سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبدي من ابتكار كشفت شاومي عن هاتف ألعاب جديد بمفهوم جديد مواصفات متوازنة والسعر منخفض نستعرض لكم ريدمي كيفورتي جايمينج اديشن لطالما كانت هواتف الألعاب تقدم أعلى المواصفات لهذا تكون بسعر مرتفع ولكن ما رأيك بهاتف ألعاب يقدم ما يحتاجه اللاعبين وبسعر منخفض تصميم الهاتف مميز يوحي لك أنه مخصص للألعاب مع إضاءة RGB حول الكاميرا الهيكل من الزجاج والإطار من الألمنيوم يدعم الهاتف أزرار فيزيائية مخصصة للألعاب موجودة بالجانب ومزود بمكبر صوت استيريو بالأعلى والأسفل من شركة جي بي إل الشهيرة مقاوم للماء والغبار بمعيار IP53 مقاوم لرذاذ الماء فقط يدعم تركيب شريحتي اتصال وشبكات 5G البصمة مدمجة بزر التشغيل الجانبي السمك 8.3 مليمتر والوزن يبلغ 205 جرام الشاشة بمقاس 6.67 إنش نوع OLED بدقة Full HD Plus بكثافة 395 بيكسل لكل إنش بمعدل تحديث 120 هرتز وهذا المعدل يعطي سلاسة في عرض المحتوى وخصوصا الألعاب ولكن هواتف الألعاب بالعادة لا تقل عن 144 هرتز و120 هرتز موجود في أغلب الهواتف الرائدة تدعم الشاشة مليار لون و HDR 10 Plus لتقديم ألوان مشبعة حساسية اللمس 480 هرتز الإضاءة ليست عالية 500 نتس وهذا يعني لن تكون الشاشة واضحة تحت شعة الشمس محمية الشاشة بطبقة Gorilla Glass 5 يأتي الهاتف بثلاثة خيارات من الرام 6 أو 8 أو 12 جيجابايت وبساعتين من التخزين 256 جيجابا أو 128 جيجابا ولا يدعم تركيب ذاكرة خارجية يحمل الجهاز معالج من شركة ميديا تيك دايمن سيتي 1200 بدقة 6 نانومتر ثماني النواة بتردد حتى 3 جيجا هرتز المعالج ليس الأفضل ولكن الأداء عالي بالنسبة لنظام التبريد الهاتف يدعم نظام التبريد خاص من الجرافين والجرافيت والبخار ولا يوجد مراوح داخلية نظام التشغيل أندرويد 11 مع واجهة MIUI 12.5 الأحداث الكاميرا الخلفية ثلاثية رئيسية بدقة 64 ميجاباكسل فتحة عدسة 1.7 والثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجاباكسل فتحة عدسة 2.2 الثالثة ماكرو للتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجاباكسل فتحة عدسة 2.4 تدعم الكاميرات HDR وتصوير فيديو بدقة 4K كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجاباكسل البطارية بسعة 5065 ميلي أمبر تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط من خلال منفذ USB-C يتم شحن البطارية بالكامل خلال 42 دقيقة فقط يأتي الحاتف بثلاثة خيارات من الألوان الأسود والفضي والرمادي ويوجد نسخة خاصة بكميات محدودة باللون الأسود والأصفر لأسطورة بروسلي يبدأ سعر الجهاز من 310 دولار وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك معنا في القناة فعل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد أشوفكم على خير إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر